وزارة الداخلية توزع هدايا وملابس العيد على الأطفال بدون رعاية الأيتام وذو الهمم بمختلف محافظات الجمهورية روسيا تؤكد استعدادها للرد على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي وتنفي عقدة اجتماعا بين بوتين وبابا الفاتيكان والعجز التجاري الأمريكي يقفز إلى مستويات قياسية وتضخم يرتفع في بريطانيا إلى 7% السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرانيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم في إطار حرصها على مشاركة كافة فئات المجتمع الاحتفال بعيد الفطر المبارك قامت وزارة الداخلية بتوزيع هدايا وملابس العيد على الأطفال بدون رعاية الأيتام وذو الهمم بمختلف محافظات الجمهورية نظمت وزارة الداخلية احتفالية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل لتوزيع هدايا العيد على أطفالهن في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قامت وزارة الداخلية بتوجيه مأموريات إلى عدد من دور رعاية الأيتام وذو الهمم بمختلف المحافظات وتم توزيع ملابس العيد وهدايا عليهم في إطار حرص الوزارة على مشاركتهم لاحتفال بعيد الفطر المبارك وهو ما أشاد به وأسنع الاهتمام الوزارة بهم موسيقى 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 الزباط جاء النهاردة بدينوا دوم ودينوا دي وبيحبوننا جاءوا النهاردة يفرحونا وجاءوا نهاردنا القعب ويدوم والكعك العيد النهاردة الزباط اللهم معانا ودونا هدايات وانا مبسوط اللهم جبلع وانا مشكر كلنا وكل سنة جيد ردت فعلهم بتبقى حلوة جدا يعني ابتسامتهم مبسوطين الحمد لله نشكرهم جدا على وتوجدهم معانا وبنشكر كل الزباط اللي بيجوا دايما بيسندونا في أي مناسبة ووجودهم معانا أكيد بيبسطنا وبيمشت الولاد نا دايما وزارة الداخلية تدعمنا ودايما بيجونا في المناسبات يعني لدرجة أن في عدد كبير من الأطفال على اختلاط بيهم وعرفينهم كما تم استحاب عدد من الأطفال من دور رعاية الأيتام لشراء ملابس العيد لهم وهو ما سهم في رسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال الذين أشهدوا بهذه المبادرة من وزارة الداخلية لا تخلو المنظومة العقابية الحديثة من مبادرة إنسانية تسهم في أعادة تأهيل نزلاء ونزلات مراكز الإصلاح والتأهيل وهي تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فقد أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للنزيلات الحاضنات وتم إحضار أطفالهن لزيارتهن وقضاء وقت معهن لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بين النزيلات وأطفالهن شهدت الاحتفالية توزيع هدايا وملابس العيد على أطفال النزيلات وهو ما جاء بمردود إيجابي عليهم وعلى الأطفال وسهم في رسم البهجة والفرحة على وجوه الجميع جايبين لهم هدايا وجايبين لهم نفس عيدهم بشكر رئيس جداً قوي على اللي هو بيعملوا معنا بصراحة علينا واللي يلا هكذا تسعى المنظومة العقابية الحديثة نحو تأهيل وإصلاح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لنظم الإصلاح الحديثة مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية عبدالله بركات التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 230 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 21 طن مواد غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط طني سلع غذائية كما تم ضبط أكثر من 11 طن سلع في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة فتم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 247 قضية من بينها 86 قضية خبز ناقص الوزن و48 قضية خبز غير مطابق للمواصفات توصلت احتفالات المواطنين بثالث أيام عيد الفطر المبارك وقد استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة الزوار لليوم الثالث من أيام العيد وسط مظاهر البهجة للمواطنين وسط أجواء الفرح والبهجة التي يعيشها المصريون في أيام عيد الفطر المبارك تواصل حديقة الحيوان بالجيزة استقبل زوارها لليوم الثالث على التوالي احنا عملنا خدمات كتير فترة اللي فاتت منها يعني استخدام حيوانات جديدة ويعني فتحنا مشروعاتها فيها كتير برضو زي الحديقة الحيوانات الأليفة ودي عاملة سعادة للأسر كتير جدا لأنه يعني بتوتيح تفاعل مباشر بين الحيوان وبين الزائر يقدر يختار من الحيوان ويأكله ويتصور معاه برضو عملنا يمكن خدمة التنقل داخل الحديقة التفطف والعربيات الجولف كار عملنا بدلات نهرية مدينة ملاهي متكملة سينما سيبن دي للأطفال يعني أنشطة متنوعة داخل الحديقة في قرية الطفل بحديقة الحيوان تنوعت مظاهر البهجة والاحتفال حيث يقوم الأطفال فيها بإطعام الحيوانات والسلاح في بعيدهم ويستمتعون بالتقاط الصور التذكارية معهم دون خوف حديقة الحيوانات الأليفة هي أحدث المشروعات التطويرية داخل حديقة الحيوانات الجيزة هي حقيقة افتتاحها مع علي وزير الزراعة سيد القصير قبل جائحة كورونا لكن كان يعني ما كانش يعني أفلنا فترة والحمد لله مع الافتتاحات الجديدة يشتغلنا الفكرة كلها بتتلخص أن كان مطلب من مطالب التحدي الأفريقي أن يكون فيه جزء تفاعلي تعليمي للأطفال بحيث أنه يبدأ الطفل فيه تفاعل مع الحيوانات حيوانات عن قرب بدل فكرة الحيوانات في أقفاص مغلقة والله بصراحة يا حاجة جميلة وممتعة وكل سنة وأنتوا طيبين وما فيش أحسن من كده نودي العيال فيها والله دي حاجة كويسة وكل سنة الأول وأنتوا طيبين وأعد على الأمة الإسلامية كلها بخير هي حاجة والله أصر حاجة كويسة الحيوانات وحاجات أسعار رخيصة وبنعرف أولادنا كلها على الحاجات الحيوانات وجميع الحيوانات ودي حاجة من زمان ونحن أطفال وإحنا متعودين لإحنا نجيها كان أهلنا وبنتخدنا وجبنا استعدادات الحديقة شملت فرق من أطباء بيطريين متخصصين وضعوا برنامجا غذائي لكل حيوان على حدة لحمايته من الموجة الحرة إلى جانب انتشار فرق التنظيم والإسعاف لتوجيه ورعاية الأسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ونبقى في محافظة الجيزة على عبود أمطار من حديقة الحيوان حيث شهدت حديقة الأرمان بالجيزة إقبالا كثيفا من المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك للاستمتاع بأجواء العيد كما استعدت الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد في مختلف محافظات الجمهورية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك أقبل الكثير من الأسر والشباب والأطفال على حديقة الأرمان بالجيزة للاستمتاع بالطقس والألعاب الترفيهية إلى جانب ممارسة بعض الألعاب المختلفة والاستجمام بمناظرها الخلابة وخضرتها الرائعة حيث تحويل عديد من النباتات والأشجار النادرة يجزب الجمهور للحديقة المساحات الوسعة المساحات الخضرة الأشجار النادرة لأننا عندنا أشجار هنا يعني مساء عمرها 140 سنة من أعام الخدوة إسماعيل بعض الأسر والمواطنين افترشوا أرض الحديقة فيما فضل الأطفال اللاعب واللهو والاستمتاع بالطقس الجيد واعبر الكثير من المواطنين عن سعادتهم بالتواجد في حديقة الأرمان أحب أوجه تهنيئة لكل الشعب المصري وأقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد بتاعنا عيد الفطر وبشكر طبعا السادة القائمين على حديقة الأرمان على مجهداتهم لأننا شوفنا في الحديقة حاجات كتير جدا حلوة حديقة الأرمان أنشئت في عهد الخدوة إسماعيل عام 1875 وهي من الحضائق النباتية النادرة في مصر حيث أنها تضم أكبر مجموعة نباتية تضم مئات الأنواع المختلفة واليوم باتت متنفسا ومقصدا طرفهية للمواطنين في جميع المناسبات والاحتفالات أحمد الحسيني التلفزيون المصري تتواصل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بالغردقة وقد أوضح مدير أحد المنتجعات السياحية أن شواطئ الغردقة كاملة العدد في العيد تزامنا مع توافد نزلاء السياحة الداخلية وارتفاع معدلات السياحة الخارجية تابعت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم انطلاق مشروع السينما الشعب الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي تواكب مع أول أيام عيد الفطر المبارك في خمس محافظات وأضحت وزيرة الثقافة أن دور العرض التي تم تخصيصها لانطلاق مشروع السينما الشعب شهدت إقبالا جماهيريا ضخما من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية مؤكدة أن أسعار تذاكر العروض الرمزية باعتبارها إحدى خطوات تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وحرصا على نشر التنوير ومجابهة الفكر المتطرف نفى الكريملين أن تكون القوات الروسية قد شنت هجوما على مجمع أزوفستال الصناعي في ماريوبل مؤكدا أن قوات روسيا لا تنوي اقتحامها أوضح الكريملين أن قوات موسكو تحصل الموقع لكنها لا تتدخل إلا لتمنع بسرعة محاولات مقاتلين أوكرانيين العودة إلى مواقع إطلاق النار وعلى الصعيد السياسي أكد الكريملين استعداد روسيا للرد المناسب على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي كما نفى وجود اتفاقات بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان موضحا أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تجرى عبر القنوات الدبلوماسية أعلنت وزارة دفاع روسيا تدمير أربعين هدفا عسكريا أوكرانيا بما في ذلك أربعة مراكز للذخيرة وأعلنت الوزارة استهداف ست محطات سكك حديدية تستخدم لتزويد القوات الأوكرانية بأسلحة أجنبية وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي يواصل تنفيذ جميع المهام التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مشيرة إلى أن القوات الروسية تسيطر على ماريوبل بالكامل هذا وحذرت روسيا حلف شمال الأطلسي النيتو من الدعم العسكري لأوكرانيا مشددة على أنها ستعتبر الأسلحة الغربية القادمة إلى أوكرانيا عبر النيتو هدفا مشروعا من جانبها أعلنت بريطانيا أن روسيا نشرت 22 مجموعة قتال تكتيكية قرب مدينة إيزيوم شرق أوكرانيا في محاولة للتوغل على طول المحور الشمالي في منطقة دونباس أوضحت المخابرات العسكرية البريطانية أنه من المرجح أن تكون روسيا تعتزم التحرك إلى مبعد إيزيوم وذلك في خطوة للسيطرة على مدينتي كراماتورسكا وسيبرتونتسك أعلن حاكم منطقة دونسك أن قافلة من الحافلات قد غادرت ماريو بول في مسعى جديد من أوكرانيا والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجلاء المدنيين من المدينة وأوضح حكم دونسك أن الحافلات تتوجه إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا وسط محاولات حثيثة لإجلاء المزيد من المدنيين من مصنع أزوفستال الصلب حيث يتحصن آخر المدافعين عن المدينة بعد نحو عشرة أسابيع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما زال الوضع على ما هو عليه ما بين مزيد من التواغل الروسي في شرق وغرب أوكرانيا والتصعيد الأوروبي بالعقوبات المتتالية فبينما يستعد الأوروبيون لحظر النفطي على موسكو حاصرت القوات الروسية بالدبابة والمشاه مصانع الصلب في أزوفستال آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا والتي يعود تاريخ بناء أنفاقها إلى الحرب العالمية الثانية كما أعلنت روسيا قصف مطار عسكري قرب ميناء أوديسا على البحر الأسود بصواريخ مع تدمير طائرات مسيرة وأسلحة وزخيرة قادمة من الغرب الجانب الأوكراني تحدث أيضا عن قصف روسي لست محطات للسكك الحديدية في وسط وغرب البلاد وبالتزامن مع التوقف الإنساني لإجلاء المدنيين من أزوفستال دعا الرئيس الروسي فلادمير بوتين حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى وقف تسليم أسلحة لكييف وفي خطوة تصعيدية نادرة دبلوماسيا أفاد دبلوماسيون بمقاطعة روسيا اجتماعا لمجلس الأمن الدولي مع اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي مما يدل على تدهور أكبر في العلاقات بين موسكو وشركائها في الأمم المتحدة والذين يعانون جميعا من انكماش حاد يهدد اقتصاداتهم ويزحزح مكانتهم على الخريطة الدولية لحين إشعار آخر يعقف سفراء الاتحاد الأوروبي على دراسة مشروع لفرض حظر على شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا وأوضح مسؤولنا أوروبيون أن المفوضية وزعت النص على سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للدراسة وإبداء الرأي كانت المفوضية الأوروبية قد وضعت اللمسات الأخيرة على اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو لتكفيف مصادر تمويل عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في الوقت ذاته اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إطلاق حزمة للتعافي لأوكرانيا لمساعدتها على إعادة البناء بعد انتهاء العمليات العسكرية الروسية موسيقى 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 حذرت ألمانيا من الطرابات تطال جميع إمدادات النفط جراء مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي من جانبها اعتبرت الحكومة المجرية أنه لا ضمنات لأمن طاقة المجر في مشروعات الحظر الأوروبي للنفط الروسي أوضحت الحكومة المجرية أنها لا ترى أي خطة أوروبية واضحة أو ضمنات لكيفية إدارة الانتقال من استخدام النفط الروسي إلى عدمه على أساس الاقتراحات الحالية يأتي ذلك فيما طالبت سلوفيكيا بفترة انتقالية تمتد لمدة ثلاث سنوات لتطبيق قرار حظر النفط الروسي اعلنت الامم المتحدة ان اعداد الضحايا المدنيين في مختلف مناطق اوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي بلغ ثلاثة الاف ومائتين وثمانية وثلاثين قتيلا واكثر من ثلاثة الاف واربعمائة مصاب واوضح مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان معظم الضحايا المدنيين الذين تم تسجيلهم سقطوا نتيجة استخدام اسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وانظمة الصواريخ متعددة القذائف والضربات الصاروخية والجوية أكد المتحدث باسم جهاز حرس الحدود الأوكراني أندري ديمشكو أن كييف لا تستبعد احتمال لجوء موسكو في مرحلة ما إلى الاستعانة بالقوات المسلحة لحليفتها بيلاروسيا في الحرب عليها يأتي ذلك عقب إعلان وزارة دفاع البيلاروسية عن بدء مناورة عسكرية مفاجئة لاختبار قدرات جيشها على الرد على أي هجوم محتمل أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي سيزيد بشكل كبير دعمه العسكري لمولدوفا مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في أوكرانيا جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع الرئيسة المولدوفية مايا سندو في العاصمة كيشيناو حيث أكد رئيس المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي متضامن بشكل كامل مع مولدوفا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الولايات المتحدة قفز العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في مارس الماضي أظهرت بيانات وزارة الداخل التجارة الأمريكية أن العجز التجاري تسارع بنسبة 22.3% ليصل إلى 109.8 مليارات دولار في مارس وصف زيادة قياسية في الواردات وقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 10.3% إلى 351.5 مليار دولار في حين زادت الصادرات 5.6% إلى 241.7 مليار دولار بدوره أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستعمل على تقليص العجز الاقتصادي وأوضح بايدن أن خطته بشأن الاقتصاد سوف تتضمن أيضا تخفيض الضرائب على شرائح قليلة الدخل وكان بايدن أعلن في وقت سابق أن إدارته تعمل بلا كلل لفتح الأبواب أمام رواد الأعمال لتنشيط الاقتصاد متاهما الجمهوريين باتباع نهج مختلف بزيادة الضرائب على أكثر من 6 ملايين من أصحاب الأعمال الصغيرة توقع بانك أوف أمريكا أن يصل تضخم الغذاء في الولايات المتحدة إلى 9% بحلول نهاية عام 2022 مشيرا إلى أن معدلات التضخم التي تشهدها البلاد هي الأعلى منذ عام 1981 أزمة جديدة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية حيث كانت الحرب سببا في أكبر ارتفاع لأسعار المواد الغذائية وسط مخاوف وحالة من عدم اليقين بشأن موعد انتهاء هذه الحرب حيث يعيش رسم السياسات المالية والنقدية في الولايات المتحدة حالة طوارئ بهدف خفض أسعار المستهلك والتي سجلت ذروة أكثر من 40 عاما نسبة التضخم في الولايات المتحدة بلغت 8.5% وستتوقعات بوصولها إلى 9% وبحث بتقارير دولية هناك توقعات أن تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها غير المسبوقة في الولايات المتحدة محذرة في نفس الوقت من تداعيات مواصلة معدلات التضخم من ارتفاعها بحلول نهاية العام هذا وتوقع بانك أوف أمريكا أن يصل تضخم الغذاء في الولايات المتحدة إلى 9% بحلول نهاية عام 2022 مشيرين إلى أن معدلات التضخم التي تشهدها البلاد هي الأعلى منذ عام 1981 وتظهر إحصاءات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أن مؤشرات الاستهلاك لم تتراجع حتى عندما وصلت أسعار المستهلك عند ذروة 40 عاما إذ ما تزال نسبة من الأموال المحفوظة لديهم لم تصرف بعد وقد حصل الأمريكيون سواء كانوا أفراد أم شركات على أكثر من 5 تيرليونات دولار على شكل حزم لتحفيز الاقتصاد المحلية وهذه الأموال يجب أن تصرف ما يعني زيادة في الطلب والاستهلاك وهو طريق لزيادة الأسعار أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن التضخم في بريطانيا سجل 7% في شهر إبريل الماضي ليبتعد بشكل كبير عن مستهدف بنك إنجلترا وذلك بنسبة 2% وقد حذر وزير الخزانة البريطاني ريشي سونعك بفرض ضرائب على شركات الطاقة الكبرى في حال ثبوت ضلوعها بارتفاعات غير مبررة في الأسعار بعد أن شهدت المملكة المتحدة العديد من المشاكل التي تواجه البريطانيين منذ عام 1956 بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الوقود والتضخم وانخفاض دخل الأسر نصحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المواطنين بتخزين المواد الغذائية والأدوية تحسبا لحالة طوارئ مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بالوضع الذي تشهده أوكرانيا وقالت وزيرة الداخلية إنه في حال انقطاع الكهرباء لفترة طويلة أو فرض قيود قد تغير سير الحياة العادية فسيكون من الحكم وجود احتياطي من المواد الغذائية في المنازل ودعت الوزيرة الألمان للاهتمام بمنشورات الوزارة لحماية السكان مشيرة إلى أن قائمة الاحتياط تشمل مجموعة أغذية للحالات الطريقة معدة لاستهلاك شخص واحد ولمدة عشرة أيام وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من لندن الخبيل الاقتصادي أحمد ياسين ضيفي الكريم بعد التحية يعني أزمة التضخم العالمي ألقت بظلالها على العديد من دول العالم ومنها بريطانيا مؤخرا حيث سجل التضخم هناك نسبة 7% في شهر أبريل من هذا العام حيث هذا حسب تصريح وزارة الخزانة البريطانية كيف ترى ضيفي الكريم هذه النسبة وتأثيرها على بريطانيا نعم مثل هذا الواقع هو ليس بريطاني بشكل مقتصر هي ظاهرة عالمية الاقتصاد العالمي حاليا يواجه فترة عصيبة للمرحلة المقبلة متمثلة كما ذكرت بارتفاع قياسي في مستويات التضخم في التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية والأسباب المباشرة لمثل هذا الوضع يعني نبدأ بالتبعات الاقتصادية التي مزالت قائمة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا والاضطرابات التي شاهدناها في خطوط الامداد العالمية التي كان لها تأثير سليم مباشر على أسعار السلع الأساسية وبالتالي ارتفاع مستوى التضخم ولكن من الأسباب المباشرة التي شاهدناها مؤخرا والتي مزالت تضغط بقوة على مجريات الاقتصاد العالمي كالكل ليس فقط الاقتصاد البريطاني هو الأزمة الأوكرانية والحزم المتتابعة التي فرضها الغرب على روسيا من العقوبات الاقتصادية والتي أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الطاقة يعني كما هو معلوم هناك حال من التلازم بين ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وهذا ما يفسر الوضع الحالي الذي نحن فيه الآن يعني منطقة اليورو مستوى تضخم فيها تجاوز 7.5% وهذا مستوى قياسي وهنا يعني يمكن أن يكون لمنطقة اليورو تبعات اقتصادية أخطر بكثير من أي تكتل اقتصادي عالمي آخر لأن البنك المركزي الأوروبي يعني ليس لدي حرية اعتماد الأدوات البنكية كما هو الوضع بالنسبة لبنك انجلترا المركزي بنك انجلترا المركزي بالتأكيد سوف يقوم باعتماد السياسة النقدية المناسبة لمثل هذا الوضع لكي يواجه ارتفاع مستوى تضخم كذلك أيضا الاحتياط الفدرالي الأمريكي انطلاقا من كون التكتلين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يعني هناك حرية أكثر هناك حال من الوضوح أكثر بكثير مما هو الوضع بالنسبة لمنطقة اليورو ولكن يبقى ارتفاع في حالة الرابط ما بين أزمة الطاقة وأزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية من وجهة نظرك ضيفي الكريم هل هذه الأزمة أزمة الطاقة هل ستستمر في بريطانيا على المدى المتوسط أم مستمرة لفترة طويلة كل ذلك يعني يرتبط مع تطورات الأزمة الأوكرانية حاليا الاتحاد الأوروبي يعني يحاول أن يوحد صفوفه لكي يفرض الحزمة السادسة من العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا وهذه الحزمة الأخيرة قد تكون يعني أكثر إيلاما بالنسبة مقارنة مع باقي الحزم التي فردت على روسيا من قبل إذ أن هذه الحزمة الأخيرة سوف تشمل قطاع الطاقة الروسي خاصة النفط الروسي هنا يعني من المؤكد في حال تم اعتماد الحزمة السادسة وتم منع يعني الواردات الأوروبية من النفط الروسي بالتأكيد سوف ينعكس ذلك بارتفاع قياسي جديد في مستويات التضخم بالنسبة للنفط الروسي يمكن للأوروبيين أن يجدوا بديلا عنه خاصة يعني هناك النفط السعودي وكذلك أيضا النفط الإيراني شبيه جدا بتركيبة اليورال وهي تركيبة النفط الروسي ولكن يجب علينا أن نضيف تكلفة النقل تكلفة النقل بالتأكيد سوف تزيد كثيرا من ارتفاع مستوى التضخم كذلك أيضا مثل هذه الحزمة المتتابعة من العقوبات الاقتصادي الغربي على روسيا سوف تجعل روسيا تقوم بردود فعل وهناك محاوف من أن روسيا يمكن أن تقطع أمدادات الغاز الطبيعي عن القارة الأوروبية حينها يمكن أن نشهد يعني كارثة اقتصادية لم تشهدها أوروبا من قبل نعم ضيفة الكريم كنت معنا من لندن الخبير الاقتصادي أحمد ياسين شكرا جزيلا لك وفقت المفاوضية الأوروبية على خطة ألمانية بميزانية تبلغ نحو 11 مليار يورو لدعم الشركات التي تضررت من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أكدت المفاوضية الأوروبية أن الاستراتيجية الجديدة تولي أهمية كبيرة للمواطنين ما تجلى في اقتراح تدابير ملموسة لتحسين الظروف المعيشية لسكانهم كما ستوفر المفاوضية دعما لتعزيز الحوار مع المناطق الخارجية كما قال صندوق النقد الدولي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما نجم عنها من تداعيات على أسعار السلع الغذائية في العالم سيكون للبلدان الفقيرة النصب الأكبر من تحمل أعبائها وذكر صندوق النقد أن توقف عمليات حصاد المحاصيل الزراعية في الحقول الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على روسيا سيقود إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الغذاء عالميا في الأشهر القادمة أكدت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية أن الصراعات والتقص القاسي والصدمات الاقتصادية قد أدت إلى زيادة عدد من يواجهون أزمات غذائية بمقدار الخمس إلى مائة وثلاث وتسعين مليون عن العام الماضي وأضافت الشبكة العالمية أن التوقعات ستتفاقم لم تتخذ إجراءات عاجلة على نطاق واسع مشيرة في تقريرها السنوي إلى أن عدام الأمن الغذائي قد تضعف تقريبا في السنوات الست الماضية منذ عام 2016 نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها زعيم الطيار الصدرية يدعو الكتلة السياسية العراقية إلى تشكيل حكومة خلال 15 يوما أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقامية الانتقالية في الصومال وقد أعربت الخارجي عن صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية بوراندي الشقيقة ولأسر الضحايا مؤكدة على تضامنها الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في مواجهة جميع أشكال العنف والإرهاب وأعربت عن مساندتها التامة لجهود البعثة من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال دع زعيم التير الصدري مقتدى الصدر الكتلة السياسية العراقية إلى تشكيل حكومة خلال 15 يوما كما دع الصدر المستقلين في البرلمان إلى الانضمام إلى التحالف الأكبر لتشكيل حكومة بالعراق وخلال شهر رمضان المنقضي قد منح الصدر قوى الإطار التنسيقي مهلة حتى العاشر من شوالي الجاري لتشكيل الحكومة أهلا بكم من جديد أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرج البحسني أن المجلس حريص على الجنوح إلى إحلال السلام وإنهاء الحرب من خلال التزامه بالهدنة الأممية في البلاد أوضح البحسني خلال ترأسه اجتماعا للمكتب التنفيذي بمحافظة حضر موت شرق اليمن أن استمرار قوات الحوثي في خرق الهدنة يؤكد مدى تعنتها ورفزها لكافة مبادرات السلام شدد البحسني على أهمية توحيد الصف ونبذ الفرقة والخلافات وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة في سبيل الحفاظ على الثوابت والمبادئ الوطنية أغلقت سلطات العاصمة الصينية بكين نحو 10% من محطات متر الأنفاق يأتي ذلك كإجراء احترازي إضافي لمكافحة انتشار فيروس كورونا وذكرت سلطة متر الأنفاق أن الإجراء المتعلقة بإغلاق 40 محطة معظمها يقع وسط المدينة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة اتخذ ضمن الإجراءات الهدفة للسيطرة على الفيروس فيما لم يتحدد موعد لاستئناف العمل بتلك المحطات سجلت الحكومة المحلية في شنغهاي 16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بيانها اليومي أعلنت شنغهاي تسجيل 4722 حالة إصابة بدون أعراض مقارنة بنحو 5395 في اليوم السابق أدان الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مضيفا أن الحكومة المقبلة ستتعامل بصرامة مع أي استفزازات من جانب الشمال وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبية أن بيونج يونج أطلقت ما وصفته بقذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي مشيرة إلى أن هذا الإطلاق هو الرابع عشر للنظام الكوري الشمالي هذا العام من جهته أكد رئيس الوزراء الياباني فاميو كاشيدا أن عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه الشرق لا يمكن تغاضي عنها على الإطلاق لأنها تهدد سلامة وسلامة المجتمع الدولي من جهته ذكر نائب وزير الدفاع الياباني في بيان له أن الصاروخ أطلق بالقرب من الساحل الغربي لكوريا الشمالية ويعتقد أنه على ارتفاع حوالي 800 كيلو مترا وقطع مسافة لحوالي 500 كيلو متر قبل أن يسقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان رسالة جديدة توجهها كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية قبل أقل من أسبوع من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول الذي وعد بتبني سياسة أكثر صرامة مع الجارة الشمالية حيث أطلقت بيونج يانج صاروخا باليستيا تنفيزا لوعد قطعه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتسريع تطوير الترسانة النووية للبلاد في رد على تصريحات لنظيره الجنوبي وعلى الرغم من خضوعها لعقوبات صارمة صرعت كوريا الشمالية جهودها في الأشهر الأخيرة لتحديس قدراتها العسكرية وأجرت أكثر من عشر تجارب على أسلحة محظورة هذا العام لتظل تلك البقعة الساخنة من العالم على رأس التهديدات الأمنية العالمية الزعيم الكوري الشمالي أكد أنه قد يلقى إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت ما أطلق عليه بالمصالح الأساسية لكوريا الشمالية لأي تهديد وهو ما يعد رفضا للشرط الأساسي الذي حدده الزعيم الكوري الجنوبي الجديد لاستئناف محادسة السلام وهو التخلي عن الأسلحة النووية مؤكدا أن تلك الترسانة طوق نجاه يضمن أمن بلاده كما هدد باستخدامه كإجراء استباقي كان النظام الكوري الشمالي قد أوقف في مارس الماضي قراره بتعليق تجاربه الصاروخية الباليستية العبر القارات لمدة خمس سنوات عبر إطلاق قازفة يمكن أن تتخطى حدود شبه الجزيرة الكورية وأن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحثت الولايات المتحدة والمكسيك سبل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ووضحت الخارجات الأمريكية أن المباحثات جاءت خلال لقاء وزير الخارجات الأمريكية أنتون بلينكين ونظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد في واشنطن وناقش الجانبان بحسب البيان الاستعدادات لقمة الأمريكتين المرتقبة في يونيو المقبل في لوسانجلس أعلن مصدر أمني محلي ومصدر في مقديشو أن العشرات من الجنود البورونديين قتلوا في هجوم إرهابي على قاعدة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومان جاء ذلك بعد هجوم هو الأكثر دموية على قوات حفظ السلام منذ خمس سنوات وذكر المصدر الأمني في المنطقة أن عدة عمليات جارية بعد هجوم أمس مضيفا أن العدد الإجمالي للضحايا لم يتضح بعد لكن عشرات الجنود قتلوا بينما تم إجلاء نحو عشرين جارحا أعلن معهد أبحاث هضبت التبت التابع للأكاديميات الصينية للعلوم عن إنشاء محطة أوتوماتيكية لمراقبة الأرصاد الجوية على ارتفاع يزيد على 8800 متر يعتبر هذا الارتفاع الأعلى من نوعه في العالم وذلك على جبل تشوم لنجمع على الحدود بين الصين ونيبال وأشر المعهد في بيان إلى أن المحطة الجديدة حلت محل المحطة الموجودة على الجانب الجنوبي من الجبل والتي أنشأها علماء بريطانيون وأمريكيون في عام 2019 لتصبح الأعلى في العالم أعلنت وزارة الصحة إجراء المسح السماعي لمليوني وتسعمائة وواحد وسبعين ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاق ضعف وفقدان السماع للأطفال لدى حديث الولادة وأكدت الوزارة تحويل 174465 طفلا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي في نفس الوحدة وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول مشيرة إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السماعي للأطفال إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنحو 83 ألف مريض بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية خلال الربع الأول من عام 2022 وأكدت وزارة الصحة أنه جار استكمال تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية ورفع كفاءتها على صعيد آخر أعلنت الوزارة تقديم الخدمات الطبية المتخصصة في مجال الصحة النفسية من خلال 19817 زيارة لمستشفيات ومراكز الأمانة العامة لصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال ثلاثة أشهر أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية يأتي ذلك لرفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثاني في المحليات وكشف شعراوي أن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي تتضمن 126 دورة تدريبية يستفيد منها 5500 متدرب على مدار 159 أسبوع تدريب وصلنا إلى وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة الجولة الاقتصادية ورجاء رمزي شكرا يوسف شكرا رهاما مشاهدين أخبار المال والأعمال تأتيكم في هذه الوقفة الاقتصادية أهلا بكم أكد وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملعنة دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبعي أدى لزيادة عدد المستفدين من هذه الخدمة بواتيرة سريعة وأوضح وزير البترول أن هناك نحو 60 مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبعي في منازلهم بجميع المحافظات مشيرا إلى توصيل أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة انعكاسا لتوجهات الرئيس سي سي بي مضاعفة الجهود للتوسع في الخدمة يتم حاليا توصيل مليون ومائتي ألف وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبعي ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13.3 مليون وحدة سكنية أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا يتضمن إنجازات تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية المحققة وذلك حتى شهر مارس الماضي أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يعتبر أداة مهمة لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة مشيرة إلى أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة بالأحياء والمدن بلغ 376 مركزا حتى مارس الماضي تقدم 289 خدمة على مستوى محافظات الجمهورية كما بلغ إجمالي المراكز التكنولوجية المطورة بالمدن العمرانية الجديدة 22 مركزا حتى مارس الماضي تقدم 144 خدمة أعلنت وذارة التموين فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم خلال عيد الفطر المبارك هذا يتم تقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين وذلك لاستقبال القمح وبشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقا للضوابط الموضوعة وكذلك التأكيد على كافة الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين وذلك وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الصدد أكدت وزارة الزراعة رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة تعيد الفطر المبارك وذلك لمتابعة حصادي توريد محصول القمح ثقام وزير رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة بجولة تفقدية في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة ومنطقة النبارية لمتابعة عملية حصادي وتوريد القمح والتأكد من تسهيل إجراءات التوريد خاصة بعد زيادة نقاط التجميع لأكثر من 450 نقطة بالقرب من مناطق زراعة القمح وذلك على مستوى الجمهورية تواصل كافة القطعات الخدمية تابعة لوزارة الزراعة أعمالها طوال أجازة عيد الفطر المبارك ذلك لتقديم كافة الخدمات للمزارعين مما يساهم في أنهوض بالثروة الزراعية أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار الأعمال بموانئ المنطقة الشمالية حيث تعمل موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بكامل طاقتها من استقبال السفن وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصف خلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث سجلت موانئ المنطقة الشمالية دخول عشرين سفينة حاوية وبضائع عامة ومشاهدين إلى أسواق النفط العالمية حيث ارتفعت الأسعار مع مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على وردات الطاقة الروسية هذا وقد ارتفعت العقود الأجلة لأسعار خام مزيج برينت تسليم يونيو فاصل واحد من مئة بيئة المئة لتتداول عند مئة وستة فاصل أحد عشر دولارات للبرميل كما صعدت العقود الأجلة للخام الأمريكي بنسبة بلغت ثلاثة بيئة المئة إلى واحد أو مئة وخمسة فاصل ثلاثة واربعين دولار للبرميل انتهى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلاس دون أي تعذلات على توقعات نمو الطلب على النفط بينما هبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي وذلك لأدنى مستوى له منذ ديسمبر 2001 وقالت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى له منذ ديسمبر 2001 وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية تهبطه بنسبة بلغات 2.2 مليون برميل موضحة أن مخزون الخام في الاحتياطية البترولية الاستراتيجية الأمريكية يهبط إلى 3.1 مليون برميل مشاهدين نهاية هذه الوقفة الاقتصادية عودة مجددا إلى الزملاء يوسف وارهم إليكم شكرا رجائي شخصية فنية تركت علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية بخفة ظلها ولزماتها الشهيرة إنها الفنان الراحلة زيناد صدقي التي يوافق اليوم ذكر ميلادها وقامت خلال مسيرتها الفنية بأدوار الحمال متسلطة والمرأة بنت البلد الطيبة خفيفة الظل فنانة زات بصمة لم تتكرر أسرت في وجدان المصريين بخفة ظلها وتلقائيتها في القيام بدور الأم المتسلطة أو بنت البلد وجرت لزماتها الفنية على ألسنة المصريين لعقود نظرا لما تحمله من طابع مميز وعفوي ضاحك إنها الفنانة زينب محمد سعد صدقي الشهيرة بزيناد صدقي والتي يوافق اليوم ذكر ميلادها ولدت الفنانة زيناد صدقي في الرابع من مايو من عام 1912 بحي الجمرك بالاسكندرية وظهرت موهباتها في سن مبكرة فالتحقت بمعهد أنصار التمثيل بالاسكندرية إلا أن والدها منعها من إكمال تعليمها وقام بتزويجها لم يمر الوقت طويلا حتى عاود حنينها للفن بدأت مسيرة الفنية كمغنية ببعض الفرق المسرحية إلى أن شاهد الفنان الراحل نجيب الرحاني وضمها لفرقته المسرحية وأطلق عليها اسم زيناد عملت الفنانة زيناد مع كبار الممثلين مثل يوسف وهبي وإسماعيل يسين وشادي وعبد الحليم حافظ وأنور وجدي إلا أنها استطاعت بموهباتها الحقيقية أن تخطف الأضواء ليتتبعها المشاهد في جميع أعمالها التي تجاوزت أربعمائة عمل سينمائي من أشهرها فيلم ابن حميدو والشارع الحب والأنسة ماما والألبلو أحكام وبعد مسيرة فنية حافلة قام الرئيس السادات بتكريمها في عيد الفن في عام 1976 وأمر لها بمعاش استثنائي لترحل عن عالمنا بمرض رئوي في الثاني من مارس من عام 1978 تاركة خلفها مسيرة فنية مميزة قل ما تتكرر انتهت نشرتنا وبقي تذكير بالعنوي وزارة الداخلية توزع هدايا وملابس العيد على الأطفال بدور رعاية الأيتام وذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية روسيا تؤكد استعدادها للرد على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي وتنفي عقد اجتماع بين بوتين وبابا الفاتيكان العجز التجاري الأمريكي يقفز إلى مستويات قياسية والتضخم يرتفع في بريطانيا إلى 7% وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء